اكد سعادة سيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة إلى أن رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة لجائزة سموه للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة هي محل فخر واعتزاز لجميع وزارة شؤون الشباب والرياضة وجميع منتسفية المراكز الشبابية والأندية الوطنية كما أن رعاية سموه كانت أبرز العوامل التي سهمت في نجاح المسرح الشبابي مثمنا في الوقت ذاته حضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لحفل ختام المسرح وتفضل سموه بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى وهو ما يعكس مدى اهتمام سموه بالارتقاء بالمرابج والأنشطة المقدمة إلى الشباب البحريني جاء ذلك خلال تكريم سعادة وزير شؤون الشباب ورياضة للمنظمين واللجال العامل في جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية والدوية لعاقة بحضور الوكيل المساعد للهيات والمراكز الشبابية دكتور صقر بن سلمان الخليفة والوكيل المساعد لشؤون الرياضات والمنشآت المهندس خالد سليم الحاج وعمر بكمال مدير المكتب الإعلامي لسموه شيخ خالد بن حمد وبين الجدر إلى أن ما تحقق من نجاحات كبيرة على المستوى التنظيمي لجائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي كان ثمرة الجهود الكبيرة والعمل المتميز من قبل الجميع في مختلف أعضاء اللجان والذين سطروا أروع الأمثلة في التفاني من أجل إنجاح الجائزة التي تحمل أهدافا كبيرة ونبيلة تجاه تعظيم دور المراكز الشبابية والأندية الوطنية ودوية لعاقة من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم المسرحية وبين سعادة الوزير إلى أن الوزارة قدمت جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي بمضامين وحل جديدة تهدف من ورائها إلى تسليط الضوء على إبداعات الفرق المسرحية في الأندية والمراكز الشبابية لتوفير منصة لاكتشاف المواهب الوطنية والقيمة وإبراز إمكانياتهم وتطويرها لمواصلة المسيرة الثقافية في هذا المجال كما أن الجائزة جاءت للارتقاء بالمنتج الثقافي والاجتماعي في تلك الهيئات الشبابية وتعزيز الأجيال القادمة وأشار سعادة السيد هشام الجودر إلى أن جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي وبعد النجاح الكبير عادت إلى الأذهان عظمة المسرح في الأندية الوطنية والمراكز الشبابية والذي كان في وقت من الأوقات يقدم عطاءات وإنتاجات فنية وثقافية بارزة من جانبهم أعرب أعضاء اللجان المنظم عن شكرهم وتقديرهم لرعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لفعالية جائزة سموه للمسرح الشبابي الأمر الذي أعطى جميع الأعضاء الحماسة لبذر كافة الجهود من أجل تنمية الجائزة الشبابية مشيدين بمبادرة وزير شؤون الشباب ورياضة بتكريم أعضاء اللجان العاملة مؤكدين حرصهم على المشاركة في تنظيم الجائزة بالنسخة المقبلة ترجمة نانسي قنقر